جاءت امرأة اسمها خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة تشتكي إليه من زوجها وبينها وبين عائشة عائشة في نفس الغرفة لكن بينها وبين عائشة ستار فقط قماش وخولة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت ضعيف تقول عائشة لا أسمع بعضه يعني اللي بينها وبينها ستار تقول ما أسمع شي قاعدة تقول وهي في نفس الغرفة يعني تسر النبي سرا ويتشتكي من زوجها فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الله سمع عائشة جنبها ما سمعت ورب العالمين سمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الله عز وجل سميع اسم من أسمائه جل وعلا السميع فما أعظم هذا الإسم كل شيء يسمعه الله جل وعلا بالنسبة لنا لو نبين ضرب مثال نقول دبيب النملة دبيب نملة يعني صوت ماشي نملة على صخرة صماء في ليلة ظلماء يسمعه الله جل وعلا هذا بالنسبة لنا شيء كبير لكن عند الله عز وجل هذا ولا شيء هناك أصوات أصلا لا نعلم أن لها أصوات هناك أشياء ما نعلم أن لها أصوات ولا حتة العلم الحديث يدري أن هذه الأشياء لها أصوات ومع هذا يسمعها الله جل وعلا والله لو في بطن الأرض لو في أي مكان فالله عز وجل هو السميع ليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع البصير يعني إياكم أن تظنوا أن سمعه كسمعكم أو كسمع أي شيء من خلقه لا 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 هذا سمع لا يشابه أبدا سمع المخلوقين سمع والله مهما فعلت أيها المؤمن مهما صنعت مهما اختبأت مهما تكلمت سرا فإن الله عز وجل يسمعك بعض الناس اللي على بالهم أنه راح يفتح التليفون وينخش في مكان مظلم ويتكلم بهدوء ما أحد يسمعني مسكين هذا الإنسان ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بالسر يتكلمون الله عز وجل يسمعهم هذا اللي يتكلم بالتليفون ولا مختبئ معه واحد ولا وحده قاعدين يتكلمون شوي شوي عشان ما أحد يسمعنا مسكين ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الله سميع جل وعلا يسمع كل شيء هذا المعنى الأول من اسمه السميع هناك معنى آخر أيضا من اسمه جل وعلا السميع أي المجيب في قولك في الصلاة سمع الله لمن حمده شنو يعني سمع الله يعني أجاب الله من حمده إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء الله يا الله الله يا الله 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 اشتركوا في القناة